فاضت المنافذ الخلفية لسد بأرب لتخرج من المنسح بمنطقة روضة ذناء باتجاه مديرية الوادي بعد أن تدفقت سيول الأمطار بشدة نحو محافظة بأرب الأمر الذي يشكل خطورة على مساكن النازحين الذين المستطيع الخروج من منطقتهم فيما فقد الكثير منهم مساكنهم وأملاكهم كثير من الناس يتخوفون من المنسح أنه يجرف المنسح إلى حد الآن يعني قايم ولا فيه أي خطورة منه المنسح يعني هو صمم لهذا الغرب لأن فيه جبال عندما حفروا يريدون يعملوا منسح يعني صبات وكذا حصلوا جبال صمة أقوى من الصبات هذا يطمن الناس بالنسبة للمنسح يعني الحمد لله يعني ثابت إلى حد الآن من أمس الماء يسحب عبر المنسح والمنسح ثابت يعني السيول كلها اللي من أمس لن تدخل السيد لأن السيد مليان تتحول إلى عندنا هنا عبر المنسح والمنسح ثابت من لم تخرج منه حجر وعده محافظ المحافظة زار المناطق المتضررة ووجه بسرعة إصلاح ما أتلفته السيول والعمل على فتح طريق للنازحين العالقين في منطقة الروضة منذ يومين وهو ما يجري العمل عليه أما مياه السد فحسب الجهات المختصة فإن منسوب ارتفاع المياه فيه لا يشكل أي خطورة حتى اللحظة طالب السلطة المحلية والقيادة والكل النظر إليهم لحيث هم محرومين من كل شيء من أبسط وسائل مكونة الحياة محرومين فناشدهم النظر إليهم بأسرع وقت يغيثون الناس غمرة منازلهم غمرة ديارهم غمرة حقهم حتى الجرحة في المساكن والردد يصل إليهم فيما يتجه الخطر نحو مديرية الوادي فقد تأثرت كثير من منازل المواطنين ومزارعهم ووجهوا نداء بأن سيول فيضان سد مأرب تتجه غربا في منطقة النقيعة بمديرية الوادي وأن عشرات البيوت والمزارع ستكون في دائرة الخطر في حال زيادة المياه المتجهة غربا الأمر الذي يستدعي من الحكومة واللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية سرعة التدخل لإنقاذ حياة المواطنين وحماية مصالحهم خليل المليكي مأرب